أهلا بحضراتكم من جديد في البداية برحب ببطلنا بطل العالم للسلاح للشباب سيف المبرزة واللي حصل على بطولة العالم في آخر 2021 أهلا بيك يا محمد أهلا بحضرتك منورنا ومنور قناة النادي الأهلا بحضرتك شكرا طيب محمد خلينا يعني نتكلم عن بدايتك أنا دائما بحب أخش على البدايات لأنه أنت تعرفها طبعا فيه يعني شباب وناشئين كتير بتفرجوا علينا ليه السلاح؟ بتديت السلاح ازاي؟ والله عشان والدي والدتي مدربين سلاح الاثنين 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 مدربين سلاح فبدايتي كنت دائما بروح معهم الصلاة من صغري فواحدة يعني مرة عن مرة كده تعلقتها باللعبة ويعني محدش أكبرني بصراحة لنرعب سلاح أنا اللي من نفسي كده كنت عاوز ألعب الرياضة دي وأنا اللي اخترتها وأنا اللي كنت دائما بحلى مني أبقى بطل فيها والحمد لله ده حصل بدأت من سن صغير جدا أروح الصلاة كم سنة بتروح الصلاة؟ من أنا صغير خالص لكن ممكن بقى بلأت أخذ اللعبة بجد من ست سنين مثلا بس قبل كده بتروح مع بابا؟ دايما يعني حتى لما كبرت بيوروني فيديوهاتي وأنا صغير خالص وبالعب في الصلاة كده من ست سنين بلأت أخذ اللعبة بجد يعني ما شاء الله فأنت خدت اللعبة عن حب وعن اقتناعه ما حدش أكبرني خالص خالص يعني بابا مش عشان هو مدارب سلاح لأ حد في أحمد أكبر مني أحمد برضو بيلعب سلاح ما شاء الله أكبر منك بديه بخمس سنين خمس سنين لا برضو ولا أحمد أكبرني ولا قال لي حاجة أنا برضو أحمد برضو بطل في السلاح فكان هو برضو دايما كنت عاوز أبقى زيه كده فالحمد لله طب قولي أول ما بدأت تلعب اللعبة أنت كان عندك هدف تبقى وطل عالم عايز توصل لحاجة كبيرة ولا قلت زي ما تيجي بقى ألعبه خلاص ولا مكنش في دماغك لا لا كان دايما كان نفسي دايما أبقى من عظماء اللعبة دايما كان دايما بتابع اللعبة المصريين بره دايما أتابعهم إحنا بطلات السلاح بتكون على ثلاث أيام أول يوم تصفيات تاني يوم خروج مغلوب كان نادرا أن لعيب مصري يوصل للدور اللي يعدي للتصفيات أصلا كان نفسي أنا كنت بدايق كنت بدايق بقول ليه الموضوع صعب كنت مش قادر بقى كنتم استني يجلي فرصة نسافر ولعب واثبت أن الموضوع صحيح يا جماعة الموضوع ما مش بالصعوبة للكمية الموجودة دي أنا قدر أعمل اختلاف بدأت أسافر البطولات وحقق إنجازات كنت عاوز أثبت نفسي كنت كان نفسي دايما من صغري أفتح التصنيف العالمي أشوفني أنا المصنف الأول كان نفسي دايما أخد جايزة أفضل أحسن ناشئ في العالم وده إن شاء الله يحصل بعد بطولة العالم في شهر أربعة إن شاء الله لو تنتني محافظ على التصنيف العالمي المركز الأول إن شاء الله أخد جايزة أحسن ناشئ كان نفسي حقق حاجات كتيرة أفضل من صغري وإن شاء الله أنا عايزة أقول لك أن كلامك يعني أنا مش عايزة أقول لك أنا جسمي أشعر بالله